تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تمونية مسندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 656 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المضعومة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 59 طن إلى جانب ضبط أكثر من 512 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبايع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض بينما تم ضبط قرابة 67 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فضلا عن ضبط 915 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 287 قضية خبز ناقص الوزن و218 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر